اشتركوا في القناة ما يهم شرايهم فيها لأنه في أصعب الظروف ممكن أنك ما تلقي حتى واحد أبار اللي صح يبغيك ويخمم فيك الحكاية على اليوم حكاية فيها كفاح فيها إصرار وبعده نجاح حكاية نبيها أم عيسى حكاية المرأة الحديدية حكاية بزاف شابة رح تعجبكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ومهنين وفرحانين ثم وقال عائلة كما رأيكم رجعتكم بحكاية جديدة وروتين جديد حكاية بزاف شابة وقلتوا سأصبح مجهودي نصور ونحكيها لكم قبل أن نبدأ الحكاية السلام عليها والتي دخلت جديدة أقولها ألف ألف مرحبا بك أما الوفيات نقولكم ربي يخليكم وربي يحفظكم لي ان شاء الله ويلا نبدأ والحكاية تعنا على بركة الله تقول سلام أنا نبيها عمري 54 سنة مطلقة وعندي ثلاثة ابنات وزوج شاشرة الحمد لله ولادي وبناتي قاع قاريين وناجحين والدي الكبير متزوج وعنده بنت وزوج ابناتي مخطوبات وقاع خدامين كل واحد بالشهادة تاعه وأكيد هذا كله بفضل ربي سبحانه وبفضل رفضي للظلم وقول كلمة لالا لكل متسلط ومتسلطة لكل ظالم وظالمة بإصراري وتعبي خرجت من الظلمات إلى النور كسبت صحتي كسبت رحت بالي واليوم قررت نحكي لكم حكايتي باش تكون عبرة لكل مرة راهي تعاني نفس الحالة اللي عشتها بكري بدات حكايتي لما كان في عمري عشرين سنة هنا كنت عايشة أنا واما وستة خوتي شاشرة ربعة كبار علي وزوج صغار علي بويا متوفي هذك الوقت لما كان عمري تناشين سنة واما كانت فرب عينات هاكك ما كانتش كبيرة بزيف كانتم محلينة بزيف لكن خوتي صعاب وعرين جايبين العقلية تعبو يا الله يرحموا حبسوني من القرية وانا في سنة صغير التانية متوسط ولما لحقت السنة المراهقة والله يحوسوا غيو انتي يزوجوني كل خطرة يقولوا لي كبرتي صاي لازم تديري الدار لازم تخرجي ما تقعديش غيهنا واكيد زوج خوتي اللي كبار علي يحوسوا همتان يتزوجوا وفي ذاك الوقت كان عندنا الضيق دارنا ما كانتش كبيرة بزيف كانوا عاد ما بنوهاش المهم كل مرة كانوا يجيبوا لي راجل كبير صغير مطلق عادي بالصحة ما كنتش نبغي وكنت نديري المستحيل باش ما نتزوج لما لحقت السنة 19 سنة هنا فرضوا عليا وطاقوا عليا زوجوني بواحد كبير علي بعشرين سنة قالوا لي المهم تتزوجي وبعد ما تزوجت انا بشهر اتزوج خويا الكبير المهم هذا الانسان اللي تزوجت بيه في الحقنة سملاح لكن لما رحت عنده عاشر تهوقيع ما يقيمنيش ما يجمعش معايا يغيب عليها بالسيمانة متجاهلني طول الوقت ومين نهدر معاه ونقول لها لماذا تدير كما هكا لو كان قاعد ما جيتش تزوجت بيه او خطبتني او لا يقول لي الله غالب انا ما كنتش بغينا نتزوج غي اخواتي فرضوا عليا يعني هو ثاني سيفو عليه اخواتي الشيرات المهم قعدت نخمم كيفش ندير كيفش نطلق خوتي ذو يضربوني ذو يحاوزوني قعدت غي صابرة صابرة كيل حقت ربع شهر تفهمت معاه قلت له يا ولد الناس انا راني بغي نتطلق صاي مانيش بغي نعيش معاك قال لي روحي انا نسهلك كل شي بعد ربع شهور كما قلت لكم ارفت تقشي ورجعت للدار خوتي ما بغاوش صوتوني ضربوني وقلت لهم والله ما نرجع والحمد الله اسلكت منه لكن رجعت للمعاناة تعدارنا لما كانوا خوتي يعاقبوني ويعايروني قد دمرت خويا تمنيت لو كان قعدت عنده وما رجعت لهم دمروني قلت كل يوم نبكي كل يوم نحوسها كان نروح لكشبلاصة ولا والملجأ الوحيد هو خالي مسكين قعدت على ذاك الحال مدة عامين عامين وهو ما يحوسوا يعاودوا زوجوني كل خطرة وكيفاه واحد النهار واخيرا قلت في بالي انه جاء الراجل اللي ملجأي الوحيد اللي يساعدني باش نهرب من هاد المعيشة اللي رح نتهنى معاه هذا الانسان اللي جاي يخطبني عمره 31 سنة وانا في داك الوقت 21 الحمد الله ما شي كبير عليها بزاف مرته ميتا وعنده والد صغير شرطها عليا في الدخلة قل لي عندي والد وقاع قلت له نورمال والدك رح يولي والدي وتمت الخطبة ودفع المهر وقعدنا شهرين ودرنا العرس وروحت نعيش معا العايلة العايلة تاعو كبيرة بزاف عندو ربع اخاوتو شاشرة متزوجين وساكنين تما وزوج خواتاتها عزبات قلت ما عليش حتى انا متربية في العايلة وزيد بالزيادة ارح نوالف مع الوقت كي قعدت نشوف هكا ما والف تقاع لازم نوضع للستة لازم ننقي معاهم لازم نشورهم في كل شي وماشي غيانة انا وسلافاتي حماتاتي كانوا ينوضوا بكري لكن مشي بش يعاونونا بش يعسونا ويدووا لاخبار لامهم راجلي وخاوته يخدموا الفلاحة الزراع وتربية المواشي وبزاف حيوانات كيمالجة جلبة طدن دن معيز هذه خدمتهم ونحن ننسى نخدموا في الدار نصالحو حاشاكم على الحيوانات نموخ ضلبا نفتلو الطعام البركوكس نفتلو الخبز الغنم هادوك باش العشية يأكلوا المهم في الأشهر الأولى راجلي كان مليح معايا أو بالأحرى ما كانش يبين لي يقول لك عروسة جديدة وقاع ما نبين لهاش ومن بعد تبدل عليا ولا إنسان آخر يضربني يعايرني وحتى سلافاتي عايشي نفس الحالة تاعي حتى هما رجالتهم شيطينهم قاعدت على ذاك الحال ساكتا وما نهضرش قلت قاعرهم يتعاقبوا ما شغي أنا جبت والدي لأول ما وليوش يخلوني مامبا نرفده ولا نسكته يقولوا لي روحي لشغالاتك جايحتيه واللي تكن روح للدار نطلع على والدي نلقاها حمر بالبكاء ولا يغيضني ميما عندي ما نديرله ومرت السنوات ولقيت روحي جايبة ولد وثلاثة ابنات وهنا زادت المعاناة التاعي ولا يقول لي ما عندك وين تروحي انتي وجرعك وين بغي تروحي عند خالك ولا عند خاوتك هذو كلي يكرهوك ومنا ومنا ويقعد يعايرني يبلع عليا في دار باليومين ما ناكل ما نشرب ما نخرج يكثر خيرها وحده مسلافاتي كان تحنينة وتخاف ربي تجيب لي الخبز والماء خيانة عليهم تخيلوا باللي كسر لي دراعي شعال من مرة ما يكسينيش ما يكسيش ولاده تخيلوا باللي شعال من مرة توحمت على شعال من حاجة كي نقول له هجيبها لي ولا نقول عجوستي يقول لي يعطيك الرهش وحتى ما هاللي هي عجوستي كانت تتحرشها عليا تقول له في ساعتنا احنا ما كناش قاعنا تقلشو كما هاك كنا نحملو ونجيبو عام ورا عام وهذه بالعامين وثلاث سنين كي تجيب ولد ومن بعد تقول لك جيب لي كي كان يسمحها تحرشها كما هاكا كان يضربني قدامها المهم قعدت صابرة حتى اللي زدت حملت بولدي المازوزي اللي راه دروك في الجامعة ربي يحفظو جاني له حم واعر لكن ما رحمونيش ما بغاوش قاعي خمو فيا لازم نوض بكري نصلاح ونحلب ونعجن بحكم العائلة كي ما قلت لكم كبيرة لازم قاع نخدمه بصحة الخدمة بزيف وتقيلة عليها الحاجة اللي ما خلتنيش نسكت واللي يجي من الخدمة حصاد الصيف كي ما قولوا كل يوم عشية يضربني ويزرقني وانا بالكرش تم هربت ورحت عند خاوتي حاوزوني قالوا لي لازم ترجعي عند راجلك ما تدريش كمال مرة اللي فاتت رحت عند خالي وتم خالتان يقال لي رجعي عند راجلك قعدت نخمم كيفاش ندير باش نقناعهم يخلوني نقعد لبغا سيمانا باش نشكي به باش نفوت ندير سرتفيكة وقاع قلت الخالي صحة خليني نقعد عندك غي سيمانا غضبانا ومن بعد نرجع سيرتو من ذراعي راها مكسر وزيت بزيادة راني مريضة قلت له مرته وخليها تريح شوية ودو من ذاك الصباح بكرت اديت أولادي وروحت فوت ودرت سرتفيكة وديت هذيك السرتفيكة اديتها لبوليس وشتكيت بيه كي سمع خالي وسمعو خاوتي دير ولي حالة غير الضرب اللي ما كليتوش قعدت ربع شهور غضبانا عند خالي ومن بعد طلقني وقال لي دوره ما تديهش هانتي هولادك ومن بعد اندم هو وهمه وخوتاته ولا مرة على مرة يجي عندي ويقول لي صاير واحي والله ما نضربك والله ما نغبنك قلت له مستحيل عيا في يا اخويا عيا في يا خالي قلت لهم لا بعد اطلاقي بوحدة تسعة شهر هاكك خالي قال لي ساي يا ابنتي رجعي عند خاوتك انا راني بولادي وراني ببناتي الله غالب راه داركم كاينة رجعي عند خاوتك انا ما كنتش باغيين رجع عند خاوتي خاتش على بالي بلي ما يبغونيش رجعت عندهم قاعد سيمانا هاكك قالوا لي رجعي الراجلك قلت لهم لا قالوا لي ساحا رجعي لها ولاده وارواحي يسكن هنا ما عنا ما نديرو بسي فعلينا نشدوه هنا خاوتي كانوا ثلاثة متزوجين نساهم ولو يشنفوا عليا ولو يقولوا لي رجعي لدارك خطرات نحس كي شغل يحوسوا يحاوزوني كي قالوا لي رجعي له ولاده وارواحي هنا قلت لهم لا هذي مستحيل المهم قاعدت نحوس على خدمة وخاوتي مزيرين عليا حتى تلاقيت معا وحدة ربي بعثها لي سبحان الله كي حكيت لها قلت لها شوفي خالي وشوفي خاوتي شا داروا لي وقالوا لي السمحي في ولاده ما عرفتش قاعد كيفاش ندير قلت لي علش ما تكريش قلت لها ما عنديش باش نكري لو كان عندي باش نكري انا نقعد نتقروج مع عند خالي عند خاوتي قلت لي عندك الذهب قلت لها عندي صمي في ذاك الوقت كان غالي وعندي خاتم منقصر في يدي وعندي المنقوش اللي لابساته بالصح قلت لها هاني بعتهم وكريت بيهم ما يكملوش قلت لي عندك الحق قلت نهاك كان هادرون هادروا حتى قلت لي عندي فكرة ما تكري ما تسكني لا عند خاوتك لا عند خالك قلت لها كيفاش بغيتني نروح للزنقة قلت لي لا بيعي هذك الذهب وشري فوضاوي راح اخويا سكن في واحدة البلاسة اشرا فوضاوي باش يعطوه السكنة علش ما تروحيش تمانتي تاني تشري وراكيبوا لادك وسكن ولا بس عليك قلت لها حنبوغ غي هادريلي مع اخوك قلت لي صحة رجعت عند خالي وكي العادة خالي ماهو قابلني وخاوتي ماهم قابليني يحوسوني غين ارجع وكان اخويا مرة على مرة يجي هددني عند خالي يقول لي رجعي لدارك بعد سيمانتين جات عندي هذه الشيرة قلت لي يالله بيعي ذهب تاعك وروحين رحوا نشوفوا السكنة اللي غادي تسكني فيها رحت انا وياها شفت هذا الدار دار جاي على برا كي شغول قريبة للجبل وقريبة لمدينة فيها الاشجار فيها الزيتون فيها ناس قلال فوضاوي بصحة بلاسها بزاف شابة وفيها الامان شريت هذك الدار في ذاك الوقت شريتها بستة ملايين وخبيت شوية دراهم ذهب تاعي جاب لي واحد ثمنتاشين مليون هاكيك كانت ثمنتاشين مليون مليحق يعني كما دروك نقولوا ستين ولا مانيش عارفة بصح كانت تقضي اديت ولادي وقشي اللي كنا نلبسوه فقط وروحت الهذيك الدار خبرت غي مرت خالي خبرتهم جا عندي خالي وجاوا عندي زوش خاوتي الشاشرة أبغاوا يضربوني قالوا لي يالله هرفدي ولادك ومشي قلت لهم والله ما راني رايحة راني كبيرة وراني بولادي ما تسالونيش وقعدت على ذاك الحال قعدت قعدت نخمم قلت من راني فلوساع وفوضاوي ارض ربي لماذا لا نشري هكا جاجات نشري هكا معزة ولا نعجر ربيها اول حاجة شريتها شريت زود جاجات وقعدت ناكل عليهم البيض من بعد شريت معزة من بعد زدت شريت معزة ولا تولد لي عام ونصر قلت عندي معزة عندي الجاج والحمد الله قلت لكم هذيك البلاسة واسعة حتى الوحدة الخطرة تاني خممت شريت البيض تع الدينت وحضنتها على ذاك الجاج ودال لي هكا ديوكا وجاجات واللي تنبيع منهم زدت شريت النعاج زدت بنيت كوشة عرب واللي تنبيع الكسرة ولادي يرجعوا يقراو واللي تكشغوا العايشة غاية مرت السنوات ولو عندي النعاج المعيز حتى هذيك الكرموس المشوكة هذيك واللي تنقلع مغروسة قبالي قليل اللي يقلعها نقلع بصنادق ونبيع والحمد الله والله عندي مدخول نصرح بالنعاج تاوعي بمعيزي بصح أولادي خط أحمر يقراو ما كانش اللي يدور بيا ما كانش اللي يحوس علي كيف وخاوتي يجو عندي ويطلوا علي ينخلعوا كيفاش هذيك الدارسة قمتها كيفاش ولي عندي القش وليت لما دراهم وولادي وبناتي كانوا يقراو في هذيك البلاسة اللي كنت نسكن فيها فالحق قعنسة سوال متزوجين اللي رجالتهم ميتين مطلقات قع يخدموا على رواحهم اللي يتبيع القش اللي يتبيع المطلوع وكينين اللي يخدمون طواجين تع الفخار وهذي الخدمة اللي خممت فيها بعد المطلوع قالوا لي دخل دراهم بزيف وكما كان الحال ولينا نروحو نجيبو الطين ونخدمون فخار وليت أنا نخدم غاية حطيت راسي وليت نخدم الطواجين القدور اشعال من حاجة تع الطين ونبيحها وثاني كنت نبيع المطلوع وكانوا يجو يشروع لي حتى للدار وكنتم بيح بسوما شابة خاطرش المطلوع اللي كنت نبيحها تع الكوشة تع الطين تاني تع بره تع التراب واللي تلحمد الله ما نكذبش عليكم واللي تمرى على مرة نشري منقوش مرة نشري خاتم واللي تندس دراهم واللي تنخمم أني نشري دار خاطرش ولو يدخلوني دراهم اللي يخدموا هذه الخدمة راهم فاهميني شاني نهدر فاتوا عامين تلت سنين واللي تقريبا بخير علي الحمد الله كل يوم بدخل كل يوم عندي دراهم الخدمة تطورت واللي تنبيع للحوانيت واللي تنروح نكذب الريستورويات الحوانيت نحط لهم الخبز نضع الستة على الصباح نعجن ونطيب وندي نوصل ونعاود نطيب ومرات مع العشية ونكون ديجا مخاطين ونخدم الطواجين القدور نحميهم وتنبيعهم للحوانيت والحمد الله امرأة ذات اعمال كل حكت السن 45 سنة بدأت المعاناة التاعية والجهد والاسرار كي كان في عمري 32 سنة كل حكت 45 سنة كنت قريبا شريدار يعني الحكت السومة تعدار وبصح كان باقي لي وحد المبلغ قعدت نزير في روحي نزيد نزيد نخدم باش نخرج من هذيك البلاد خاطرش مشي بلادي مالغريكو الدائرة دوسي تعسكنا زدت وليت نصنع الطبوغة والكساكيس وليت نخدم منهار وليل لميت المبلغ كي كان في عمري 51 سنة يعني قبل تلت سنين منهار اليوم سبحان الله كان ربي ديما يسهلها علي سيرتوا مع الناس اللي نتعامل معاهم نبيع لهم ونشري من عندهم كان كل شي سهل والحمد لله تاني كان عندي الإصرار والمثابرة كنت نقول لازم نشري ساكن درته في بالي كي نصطر أولادي وبناتي المهم واحد النهار قالوا لي كينة عجوزة بيت بيع واحدة دار صغيرة وبسومة شابة قلت لهم صحة رحت عند هذه المرأة تفاهمت معاها وقاع وعجبتني السومة وقلت لها ان شاء الله بعد 4 أيام نجيب المبلغ ونتلاقى عند النوطير وتكتبي لي قدوة من ذاك اللي تفاهمت معاها خرجت ليستة على السكن العمومي وخرجت فيها أناية والحمد لله قالوا لي بعد شهرين يعني نعطوك المفتاح وتدخلي وتستكني في دارك السكنة في البطيمات الحمد لله كانت أكبر فرحة بالنسبة لي تراجعت باش نشري هذيك السكنة دسيت هذو كدراهم وقلت من بعد نخممش ندير بهم والحمد لله قعدت عايشها غاية أنا أولادي واللي تنخدم المطلوع تع الكوشة العادية في الدار مع هذوك الناس اللي كنت نتعامل معاهم واللي تنشري القش ومبيع أولادي ثاني كانوا كبار ما شاء الله جميعيين كل واحد قضب بلاستو بقالي غي والدي الصغير اللي راه في الجامعة أما بناتي مخطوبات والحمد لله والآن أراني ديما نحمد ربي عندي السكنة عندي مبلغ ديساتو من تعبي وكدي وجهدي ما صبرت للظلم ما صبرت للميزيرية حاوزني خالي ما حوست عليهم حاوزوني خاوتي ما حوست عليهم خدمت وتعبت بذراعي عمرك ولا تقولي ما عليش نصبر للظلم هذا زواج مرات تتلاقي يكون نعمة ما تقبليش بالظلم حاولي أنك تعيشي حياة كريمة الناس هذو كل يهضروا فيك ما عندهم ما يديروا لك هارح خالي يحاوزني خاوتي يحاوزوني بصحك يشافوني يلبس بيا بدراهمي وبسكنت سي ولادي قعناج حين ولبس عليهم مرة على مرة يجوا عندي يعارضوني يكبروا بيا بصح في وقت الضيق ما لقيت حتى واحد لقيت عقلي وتفكيري وجهدي وأكيد ربي هو اللي يساعدني الحكاية على اليوم بزاف شابة عمرك ولا تقبلي بالظلم عمرك ولا تقبلي بالإهانة كرامتك أول شيء سعادتك وسعادة أولادك هي الأولى طلبي يا ربي لما قدرتيش ادعي استغفري مش الله يا ربي يخرج كل ولية مظلومة مظلومات إلى النور كما أم عيسى نبيها حكاية عجبتني على بيها قررت أني منبطاش عليكم ونحطها إن شاء الله تكون عجبتكم وطلعت لكم المورال لازم يكون عندكم الصبر الإصرار الإرادة ودايما ديروا هدف قدام عينيكم هي الهدف الوحيد تحها أنها تبني سقف لولادها قلت لك الحمد لله ربي يعطاني الصحة وقدرت أني نوفر لهم الساكن نخدم عليهم اللي زوجتهم اللي مخطوبين الحمد لله ودروا قلت لكم مدعولي غير ربي يزيد يعطاني الصحة وصعي هذه هي الحكاية تعاليوم حكاية بزاف شابة فيها آمل إن شاء الله تكون عجبتكم الشيالات واستفاديتوا منها وإن شاء الله تكون عبرة لا للظلم نعم لقول كلمة لا أي وحدة عندها حكاية للعبرة أو لطلب النصيحة معليكم غير تتواصلوا معايا عبر الانستغرام اللي راح أسفل الشاشة إن شاء الله الشيالات قاع رد عليكم وقاعي قدرني ربي إن شاء الله ونحكي حكايتكم ودروك ما بقى عليها غير نقولكم تهلوا في رواحكم نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وحكاية جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة